بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدي والدي آدم عظم الناس خلقا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله وبياكم طالبات وطلاب الصف الثالث الثانوي وحقق الله مناكم درسنا بإذن الله لهذا اليوم الأميترات والفلتاميترات تقويم فصل دوائر التوالي والتوازي والاختبار المقنن عندنا وحدة قياس فرق الجهد الكهربائي تسمى الفولت لماذا سميت وحدة قياس الجهد الكهربائي بالفولت أيوة إذن تكريما لجهود العالم الإيطالي فولتا حيث يعتبر هذا العالم استطاع إنتاج اللي هو أول بطارية كيميائية إذن استطاع أن يولد كيميائيا طاقة كهربائية عندما اخترع البطارية الكهربائية لذلك سميت وحدة فرق الجهد بالفولت أيضا نعرف أن وحدة قياس التيار الكهربائي الأمبير ما السبب في تسمية وحدة القياس التيار الكهربائي بالأمبير تقديرا فعلا لجهود العالم الماند إيش ماري أمبير حيث قام هذا العالم الفرنسي الفيزيائي بعدد من الاكتشافات حول التيار الكهربائي استطاع أن ينتج مغناطيسية الجذب والتنافر في غياب تام للمغناطيس حيث لاحظ أنه إذا مر تيار كهربائي في سلك سوف يجذب سلك آخر أو يحدث بينه وبين هذا السلك الآخر الذي يمر فيه تيار كهربائي تنافر إذن بسبب ماذا هنا بسبب تولد مجال مغناطيسي حول التيار الكهربائي طبعا سوف نتعرف عليه بالتفصيل بإذن الله في منهج فيزياء أربعة استطاع أيضا صناعة آلة يقيس فيها التيار الكهربائي والتي سميت بالقلفانو متر هذه الآلة التي تسمى القلفانو متر يمكن تحويلها إلى جهاز الأميتر والفولتاميتر اللي راح نتعرف عليه في درسنا لهذا اليوم نبدأ بمراجعة للدرس السابق عندنا سؤال 35 صفحة 244 وضح كيف يعمل منصهر كهربائي على حماية دائرة كهربائية عندنا المنصهر الكهربائي يقوم بحماية الدائرة الكهربائية من مين؟ أي ومن الاحتراق عندما يمر فيها ماذا؟ تيار كهربائي أحسنتم أكبر من الحد المسموح حيث يحدث ماذا هنا لهذا المنصهر؟ إذا مر تيار أكبر من الحد المسموح أحسنتم ينصهر ويذوب ويقوم بعمل لماذا؟ فتح الدائرة الكهربائية إذن يعمل منصهر على حماية الأجهزة والأسلاك الكهربائية من مرور تيار كهربائي كبير يعني أكبر من الحد المسموح به في هذه الدائرة هذا التيار الكهربائي الكبير قد يسبب حريقا أو نتاج طاقة حرارية تسبب الاتماس الكهربائي عندنا سؤال رقم 36 ما المقصود بدائرة القصر؟ ولماذا تكون خطيرة؟ طبعا عرفنا أن المنصهر أداة من أدوات السلامة بينما دائرة القصر تعتبر أداة خطيرة في الدوائر الكهربائية لماذا تعتبر خطيرة؟ مقاومتها نلاحظ أنها؟ بارك الله فيكم مقاومة صغيرة وبالتالي تسمح بمرور تيار أكبر من الحد المسموح هذا التيار الكبير قد يولد ماذا؟ أي وأثر حراري طاقة حرارية يمكنها أن تسبب حريق لذلك تعتبر دائرة القصر دائرة خطيرة سؤال رقم 47 منصهرات المنزل يقول لك لماذا يكون خطيرا استعمال منصهر 3 أمبير بدلا من المنصهر 15 أمبير المستخدم في حماية دائرة المنزل؟ طبعا عرفنا في الدرس السابق المنصهر أن لكل منصهر قدرة تحمل تقاس بمين هنا؟ أي وإذا قدرة تحمل للتيار الكهربائي هذه القدرة يجب أن تناسب الدائرة الكهربائية الموجود فيها فلو كانت الدائرة الكهربائية تتطلب تيار مقداركم 15 أمبير واستخدمت بدلا من منصهر 15 أمبير استخدمت منصهر أكبر مقداركم 30 أمبير إذن هذا المنصهر الذي مقداره 30 أمبير سوف يسمح بمرور تيار أكبر من 15 وهذا التيار الكبير سوف يؤدي إلى ماذا؟ خطر على هذه الدائرة لأنه سوف يؤدي إلى طاقة حرارية يولد حرارة هذه الحرارة ممكن تصهر المادة العازلة التي تكون حول الأسلاك إذن سوف يسمح المنصهر 30 أمبير بمرور تيار كهربائي أكبر من المسموح وبالتالي سوف تتولد حرارة أكبر مما يجعل ذلك خطيرا على الدائرة الكهربائية أهداف درسنا لهذا اليوم سوف نوضح كيفية توصيل كل من الجهازين اللي راح ناخذهم اليوم الفلتميتر والأميتر في الدوائر الكهربائية سوف نقوم أيضا بحل بعضا من تطبيقات تقويم فصل دوائر التوالي والتوازي والاختبار المقنن المفردات اللي هو الأميتر والفلتميتر في البداية راح نعرف فيما يستخدم الأميتر وفيما يستخدم الفلتميتر طبعا أخذنا استخدامهم فيما سبق نتذكر مع بعض الأميتر هذا الجهاز الذي نرمز له في الدوائر الكهربائي ودائرة داخل حرف A ال A اللي هو يرمز الامين الأمبير إذن الأمبير يقيس ماذا؟ بارك الله فيكم يقيس التيار الكهربائي إذن راح يكون استخدام الأميتر أحسنتم قياس التيار الكهربائي في أي جزء من دائرة كهربائية نجد نشوف الفلتميتر نلاحظ أن الفلتميتر إذن هو يوجد داخله حرف V إذن هنا هذا الحرف V يرمز إلى أي وحدة الفولت بارك الله فيكم الفولت يستخدم في قياس أحسنتم الهبوط في الجهد أو فرق الجهد الكهربائي عبر الجزء اللي هو في الدائرة الكهربائية إذن الأميتر يستخدم في قياس التيار أحسنتم بينما الفولتميتر يستخدم في قياس فرق الجهد الكهربائي طريقة توصيله الأميتر كيف نستطيع نوصله في الدائرة الكهربائية؟ نلاحظ من خلال الرسم وأيضا من خلال معرفناه بالسبق في المعمل الافتراضي نقوم بمثلا هنا عندي بطارية ووصلناها به هذا ماذا نسميها؟ أي والمقاومة مقدارة مثلا هنا ثلاثة أوم نوصلها بماذا؟ بالأميتر الذي يرمز له بالرمز دائرة داخل حرف A إذن هنا نلاحظ أن أحد أقطاب الأميتر يوصل بالطرف القريب من القطب الموجب والثاني يوصل بالطرف القريب من القطب السالب إذن نلاحظ هنا أن هنا مسار التيار مسار واحد هذه الدائرة دائرة التوالي إذن هنا الميتر يوصل أي وعلى كيف؟ على التوالي مع الجهاز في الدائرة الكهربائية بينما الفلتميتر مثلا أريد أن أقيس فرق الجهد بين الطرفين المقاومة ألاحظ أني هنا عندي هذه المقاومة ثلاثة أوم أريد أن أقيس فرق الجهد بين طرفيها إذن نحضر فلتميتر نقوم بربط أحد أقطابه بالقطب الأول من المقاومة والقطب الثاني بالقطب الثاني للمقاومة إذن هنا قمنا بعملية ماذا؟ توصيل على التوازي حيث وفرنا مسار آخر للتيار الكهربائي سوف يكون هنا يخرج من القطب الموجب فينقسم التيار في هذه النقطة أي وعندنا إلى نقطتين إذن وفرنا ماذا؟ مسار إضافي للتيار هذه الطريقة تسمى توصيل على بارك الله فيكم على التوازي قيمة مقاومة الأميتر عندما نقوم بصنع جهاز الأميتر يجب أن نراعي أن تكون قيمة مقاومته هل تكون المفروض قليلة أم كبيرة؟ ولماذا؟ طبعا الأميتر مثل ما عرفنا قبل شوي يوصل على التوالي إذن هو يوصل مثلا إذا أردنا قياس المقاومة الكهربائية التيار مار في هذه المقاومة سوف نربطه هذا الأميتر مع المقاومة على التوالي بما أني أريد أن أربطه على التوالي فإذا كانت مقاومة مثلا كبيرة هنا إذا أخذت مقاومة كبيرة ماذا سوف يحدث للتيار؟ أحسنتم سوف تغير سوف نحصل على مقاومة دائرة كبيرة وبالتالي سوف يغير من قيمة التيار كهربائي المار في هذه الدائرة لذلك يجب أن تكون مقاومة الأميتر قليلة بارك الله فيكم حتى لا تؤثر على التيار المار في الدائرة الكهربائية طيب كيف نحصل على مقاومة قليلة الأميتر؟ نلاحظ هذا هو الأميتر في المستطيل إذن أخذنا القلفانومتر وربطنا ملفه مع مقاومة أحسنتم هذه المقاومة يجب أن تكون نقلنا الأميتر مقاومة قليلة إذن أحسنتم مقاومة قليلة وأيضا طريقة الربط حتى تكون مقاومة قليلة كيف طرق ربطناها؟ بارك الله فيكم ربطت على التوازي إذن نعيد مقاومة الأميتر نلاحظ أنها يجب أن تكون قليلة أم كبيرة بارك الله فيكم أقل ما يمكن لأنه عندما نقوم بزيادة المقاومة ماذا سوف يحدث للتيار؟ أي وسيقل هذا التيار لذلك كيف نحصل على مقاومة قليلة؟ نقوم بتوصيل أي وملفه بمقاومة صغيرة طريقة التوصيل ممتاز على التوازي حيث نعرف أن المقاومات عندما تربط على التوازي المقاومة المكافية تكون أقل من أي مقاومة مفردة حيث نأخذ قانون مقلوب المقاومة طيب نجي نشوف الفلتميتر هذا جزء يمثل الفلتميتر ومثل ما نعرفين الفلتميتر يربط على التوازي إذا طبعاً إذا ربطنا على التوازي معناه هناك ماذا وفر لي مسار آخر للتيار أنا أريد أن لا يتغير هذا التيار الذي سوف يمر في الدائرة نعرف أن التيار يخرج من القطب الموجة ويمر في هذا الجزء من الدائرة الكهربائية الموجودة في الشكل عندما أريد أن أقلل من الجزء أيوة الذي يتفرع فيه التيار الكهربائي يجب أن تكون هذه المقاومة ممتاز كبيرة جداً إذن الفلتميتر يجب أن تكون مقاومته كبيرة لذلك يوصل مع مقاومة كبيرة كيف طريقة التوصيل؟ هذا هو القلفانومتر وصلت ملفه مع ممتاز مع مقاومة كبيرة فنحصل على جهاز من الفلتميتر إذن مقاومة الفلتميتر نلاحظ أن عكس مقاومة الأميتر كبيرة أو صغيرة؟ بارك الله فيكم أكبر ما يمكن لكي يكون التغير في التيار قليل جداً وكيف نحصل على أكبر ما يمكن؟ نوصل ملفه مع مقاومة كبيرة طريقة التوصيل هنا على التوالي بارك الله فيكم لا خط تطبيق من مصادر فصول لقياس التيار الكهربائي المار في مقاومة كهربائية يتعين وصل الأميتر على التوالي مع هذه المقاومة يقول لك هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ لكي يقص التيار الكهربائي؟ استخدم؟ الأميتر كيف نوصل الأميتر؟ على التوالي بارك الله فيكم إذن هذه العبارة ممتاز صحيحة يصمم الفلتاميتر بحيث تكون مقاومة صغيرة جداً وذلك حتى يكون التغير في التيارات وفروق الجهد في الدائرة الكهربائية أكبر ما يمكن الفلتاميتر إذا كانت مقاومة صغيرة راح ماذا؟ أيها راح يسحب تيار كهربائي في مساره بشكل كبير وبالتالي يغير من التيار الكلي وهذا الشيء مرفوض إذن يجب لذلك يصمم الفلتاميتر بحيث تكون مقاومته أحسنتم أكبر أي وكبيرة وبالتالي لا يحدث ماذا؟ تغير في التيار أو يكون التغير في التيار صغير جداً إذن هنا العبارة بارك الله فيكم خاطئة نجد الجملة الثالثة يجب أن تكون مقاومة الأميتر أقل ما يمكن الأميتر مقاومته؟ بارك الله فيكم عبارة صحيحة لقياس التيار الكهربائي المار عبر مقاومة كهربائية صل الفلتاميتر على التوازي بهذا المقاوم رح نقيس ماذا؟ مكتوب عندي؟ التيار الكهربائي هنا نص المين؟ الفلتاميتر على التوازي التيار الكهربائي نستخدم ماذا؟ بارك الله فيكم نستخدم الأميتر على التوالي إذن هذه العبارة أحسنتم خطأ نبدأ بالجزء الثاني من درسنا لهذا اليوم اللي هي تقويم الفصل نبدأ بخريطة المفاهيم موجودة صفحة 244 سؤال 29 بإذن الله تكونون توصلتم إلى حل هذه الجزئية قبل ما نطلع الحل إن شاء الله المعلومات تكون ثابتة وسهلة المقاومات في الدوائر الكهربائية عرفنا أن عندي نوعين في هذا الفصل من الدوائر الكهربائية دائرة تكون فيها مقلوب المقاومة يساوي مجموع مقاليب هذه المقاومات هذه الدائرة ماذا تمثل؟ أحسنتم دائرة التوازي حيث يكون في الدائرة التوازي ما هو الثابت؟ الجهد من التيار بارك الله فيكم الجهد ثابت بينما الدائرة البسيطة الكهربائية الأخرى دائرة التوالي أحسنتم والتيار ثابت بارك الله فيكم قانون المقاومة نقوم ممتاز بالجمع إذن R تساوي R1 زائد R2 زائد R3 نجي السؤال اللي بعده إتقان المفاهيم سؤال رقم 30 لماذا تنطفئ جميع المصابيح الموصلة على التوالي إذا احترق أحدها؟ نلاحظ عندي مصابيح موصلة على التوالي نتذكر مع بعض المعمل اللي سوينا الدائرة إذا احترق أحدهما ماذا سوف يحدث للدائرة؟ بارك الله فيكم انفتحت الدائرة الكهربائية في هذه النقطة وبالتالي توقف ممتاز مرور التيار الكهربائي عن الأجهزة الأخرى وانقطع مرور التيار عنها إذن بالذلك ماذا سوف يحدث؟ سوف تنطفئ هذه المصابيح الموصلة على التوالي إذن ما السبب؟ عندما يحترق أحد المصابيح ماذا يحدث للدائرة؟ بارك الله فيكم تنفتح الدائرة فتنطفئ المصابيح الأخرى نجي سؤال واحد وثلاثين لماذا تقل المقاومة المكافية في دائرة التوازي كلما أضيفها المزيد من المقاومات؟ طبعا أخذنا عندنا إذا كان عندي العدد من المقاومات مربوطة على التوازي إذا أضفت مقاومة نتذكر مع بعض نأخذ هنا عندنا مثلا دائرة R A و R B التيار سوف يخرج من المولد من التيار الاصطلاح اتجاه من الموجب ثم يتفرع إلى المسار الموجود في R A ويتفرع إلى المسار الموجود في R B إذا أضفت مقاومة ثالثة إذن أضفنا ماذا؟ ممتاز مسار آخر للتيار وبالتالي راح يشيصر للتيار هنا بدل ما يكون التيار I A زائد I B راح أيضا يكون زائد من I C إذن زاد هنا مقدار التيار وبالتالي إيش يصير المقاومة؟ بارك الله فيكم تقل للمقاومة المكافئة بسبب أني أضفت ماذا؟ مسار آخر للتيار الكهربائي إذن لماذا تقل المقاومة المكافئة؟ بارك الله فيكم إذن كل مقاومة سوف توفر لماذا؟ مسارا إضافيا للتيار نجيز سؤال 32 إذا وصلت مجموعة مقاومات مختلفة في قيمها على التوازي فكيف تقارن قيمة كل منها بالمقاومة المكافئة للمجموعة عندنا هنا مقاومات موصلة على التوازي R A R B R C مثلا 2 أوم 3 أوم 4 أوم المقاومة المكافئة لهم اللي هي 1 على R راح تكون 1 على 2 أحسنتم زائد 1 على 3 زائد 1 على 4 قيمتها راح تكون إذا قارنتها بأصغر وحدة أصغر المقاومات هنا عندي 2 و 3 وأربعة الأصغر أي و 2 ممتاز قيمتها راح تكون أصغر من أيش أقل مقاومة مفردة بارك الله فيكم إذن راح تكون أقل من 2 أوم لذلك سوف تكون قيمة المقاومة المكافئة أقل من أي مقاومة الموجودة عندنا إذن أقل من 2 إذن أقل من الثلاثة أقل من الأربعة إذن راح تكون أقل من أصغر مقاومة موجودة في دوائر التوازي عندنا السؤال 33 لماذا تكون تمديدات أسلاك الكهرباء في المنازل على التوازي وليس على التوالي فيما هي ميزة الوصيل على التوالي التوازي أي عندما يحترق أحد المصابيح ماذا يحدث نذكر مع بعض إذا تلف أحد الأجهزة ماذا يحدث هنا التيار مار تلف هذا المسار يكمل التيار طريقه ويمر في الأجهزة الأخرى إذن هل تأثرت بقية الأجهزة إذا كانت توصيل على التوازي ممتاز لم تتأثر بقية الأجهزة حيث مر فيها التيار كهربائي ولي يعني مثل مين أي وإذن ليست مثل دائرة من التوالي التي انطفأ مرور التيار كهربائي عن بقية الأجهزة لذلك أسلاك الكهربائي في المنازل تفضل أن تكون أحسنتم على التوازي حيث كل جهاز يعمل على حده ولا يتأثر بانقطاع مرور التيار كهربائي أو باحتراق الجهاز الموجود في هذه الدائرة إذن لماذا لكي أيها لأن الأجهزة الموصلة على التوازي كل منها بارك الله فيكم يعمل على حدة إذن لا يؤثر بعضها في الآخر مثل دوائر التوالي سؤال رقم 37 لماذا يصمم الأميتر بحيث تكون مقاومة صغيرة جدا درسنا قبل شوي الجهاز الأميتر كيف يوصل الأميتر في الدوائر كهربائية ممتاز يوصل على التوالي فإذا كانت مقاومته كبيرة راح تقوم بماذا بزيادة مقاومة الدائرة وبالتالي تقليل التيار المار فيه إذن هذا الشيء ممتاز غير مرهوب فيه راح يؤثر على قيمة التيار لذلك لكي لا يؤثر على قيمة التيار الدائرة يجب أن تكون مقاومته ممتاز صغيرة جدا إذن يجب أن تكون مقاومة الأميتر صغيرة جدا لأنه يوصل على أحسنتم التوالي وإذا كانت مقاومة كبيرة ماذا سوف يحدث أي وسوف تزيد مقاومة الدائرة الكهربائية بشكل واضح ويؤثر لعلى التيار سؤال 38 لماذا يصمم الفلتميتر بحيث تكون مقاومة كبيرة جدا الفلتميتر قلنا يجب أن يكون مقاومته كبيرة طريقة توصيله بارك الله فيكم سوف يوصل على التوازي إذا ما نشوف هنا إذا أردنا قياس فرق الجهد بين طرفي هذا المصباح سوف نوصل أي وا أحد أقطاب المصباح بقطب الفلتميتر والقطب الآخر للفلتميتر بقطب الآخر للمصباح هذه طريقة التوصيل سميناها على التوالي والتي على التوازي بارك الله فيكم على التوازي طيب عندما يمر تيار كهربائي وصلت أنا هنا على التوازي إذن إيش أضفنا مسار للتيار أنا لا أريد أن يتغير هذا التيار المار في الدائرة إذن يجب أن تكون التغيير في التيار يكون ماذا صغير أو كبير ممتاز يجب أن يكون التغيير في التيار صغير ولكي يكون التغيير في التيار هذا صغير يجب أن تكون هذه المقاومة تيار صغير مقاومة قلنا عكسي ممتاز كبيرة جدا ففعلا هنا يجب أن تكون مقاومة هذا الجهاز كبيرة جدا وبالتالي ولا تؤثر على الفلتاميتر إذن عندنا هنا إذن إذا كانت مقاومة الفلتاميتر صغيرة أيضا سوف يسبب من ماذا أيضا سوف يقلل مقاومة الجزء الموجود فيه إذن سوف يزيد من التيار فهذا زيادة التيار سوف يسبب لي هبوط أكبر في الجزء المتصل به لذلك يجب أن تكون مقاومة الفلتاميتر بارك الله فيكم مقاومة كبيرة عندنا سؤال 39 كيف تختلف طريقة توصيل الأميتر في دائرة عن طريقة توصيل الفلتاميتر في الدائرة نفسها إذا كان عندنا هنا دائرة كهربائية الأميتر كيف وصلناه مسار واحد إذن هنا ممتاز قمنا بتوصيله على التوالي بينما الفلتاميتر ممتاز جدا توصل على التوازي إذن الأميتر على التوالي والفلتاميتر بارك الله فيكم على التوازي سؤال رقم 42 يقولك تحتوي الدائرة A على ثلاث مقاومات مقدار كل منها 60 أوم موصلة على التوالي إذن هذه الدائرة A توالي الدائرة B أيضا تحتوي على ثلاث مقاومات أيضا مقدار كل منها 60 أوم ولكنها موصلة على مين على التوازي دائرة B توازي والدائرة A على التوالي كيف يتغير التيار المار في المقاومة الثانية في كل دائرة إذا قطع مفتاح الكهربائي التيار عن المقاومة الأولى يعني انقطع مرور التيار عن أحد هذه المقاومات عندي ثلاث مقاومات كل منها 60 أوم إذا انقطع مرور التيار كهربائي عن أحدهما ماذا سوف يحدث؟ نأتى نرى دائرة التوالي هذه المقاومة الأولى هذا مقاومة ثانية هذا مقاومة ثالثة كل منها 60 أوم إذا انقطع مرور التيار عن أحد المقاومات ماذا سوف يحدث؟ ممتاز تنفتح الدائرة الكهربائية إذا سوف ينقطع مرور التيار عن الدوائر الأخرى هذه بالنسبة لأي دائرة؟ ممتاز دائرة التوالي طيب دائرة التوازي عندنا دائرة التوازي هذه المقاومة الأولى وهذه المقاومة الثانية وهذه المقاومة الثالثة أيضا مقدار كل منها 60 أوم إذا هنا 60 أوم وهنا 60 أوم و60 أوم عندما ينقطع مرور التيار عن أحد هذه المقاومات أي وسوف يكمل التيار الكهربائي طبعا هنا عندنا إذا كان عندي بطارية كهربائية سوف يكمل التيار الكهربائي مروره ولا تتأثر بقية الأجهزة بالتيار الكهربائي فأي دائرة ما تتأثر؟ بارك الله فيكم في دائرة التوازي إذن في الدائرة A اللي هي دائرة التوالي إن فتحت الدائرة إذن أحسنتم لن يمر تيار في المقاومة أما في الدائرة B لا تتأثر البقية الأجهزة الذين يبقى التيار في المقاومة كما هو في أي دائرة دائرة B التي تمثل دائرة أحسنتم دائرة التوازي نجي سؤال 44 إذا توفر لديك بطارية جهدها 6 فولت وعدد من المصابيح جهد كل منها 1.5 فولت كيف تصل المصابيح بحيث تضيئ على ألا يزيد فرق الجهد بين الطرفين كل منها عن 1.5 فولت طبعا نحن عرفنا كيف التوصيل إما توازي أو توالي طريقة التوصيل على التوازي يجب أن يكون الجهد نفسه جهد المصدر يساوي الجهد في المسارات المختلفة إذا راح يكون الجهد 1.5 أيوة يتغير إلى 6 فولت إذا هذه الطريقة راح تكون مرفوضة إذا نوصل نوصلها على أيوة ماذا؟ على التوالي ممتاز لكي لا يزيد جهدها حيث أن الجهد يكون ثابت في دائرات اللي هو التوازي طيب مقدارها 1.5 حشان تكون 6 فولت كم عندي هنا؟ أي ممتاز إذا راح نأخذ أربعة مصابيح نقوم بتوصيلها على التوالي حيث عندنا الجهد الجهود عندنا لما نجمعها 1.5 زايد 1.5 زايد 1.5 زايد 1.5 إذا أربع مرات راح يعطيني بارك الله فيكم 6 فولت اللي هو جهد المصدر سؤال 45 بصباحان كهربائية مقاومة أحدهما أكبر من مقاومة الآخر أجب عما يلي إذا وصل المصباحان على التوازي إذا أنا وصلت المصباحان على التوازي كيف يكون سطوعهما اللي هو سطوعه أكبر أيهما سوف يستنفذ قدرة أكبر نتذكر مع بعض في المعمل الافتراضي عندنا لما وصلنا مصباحين على التوازي سطوع المصباح ذو القدرة الأكبر أكثر من سطوع المصباح الآخر إذا هنا حيث كلما زادت القدرة ماذا يحدث المقاومة؟ تذكر قانون القدرة بماذا يساوي بالنسبة للمقاومة؟ في تربيع على الار إذا هنا العلاقة ممتاز عكسية إذا راح يكون ماذا هنا؟ قدرة أكبر إذا مقاومة بارك الله فيكم راح تكون أقل إذا عندنا المصباح ذو المقاومة الأقل سوف يكون سطوعه أكثر إذا المصباح ذو القدرة الأكبر نيجي العكس إذا كانت التوصيل على التوالي ممتاز إذا راح يكون المصباح ذو ممتاز اللي هو القدرة الأقل يعني المقاومة الأكبر إذا كانت قراءة الأميتر ثلاثة الموضح في الشكل ثمانية سبعة عشر تساوي صفر فاصلة أربعين أمبير ما مقدار جهد البطارية مثل ما هو واضح في الشكل نتذكر مع بعض قانون أوم إذا هنا راح نستخدم في هذا الفصل قانون أوم الجهد في شو يساوي؟ آي في آر إذا عندنا أي والجهد يساوي ماذا؟ آي في آر إذا كانت القراءة عندنا إذا آي كم تساوي؟ صفر فاصلة أربعين والمطلوب جهد البطارية هذه الدائرة نلاحظ من الشكل دائرة ماذا؟ توازي ممتاز فالجهد البطارية يساوي الجهد في هذا المسار يساوي الجهد في المسار الثاني يساوي الجهد في المسار الثالث عندنا أي ثلاثة كم تساوي؟ صفر فاصلة أربعين كيف نطلع جهدها؟ ممتاز أضرب التيار في V ساوي آي في آر إذا أضرب التيار في المقاومة لخمسين أوم إذا صفر فاصل أربعين في خمسين يعطيني ثنين في عشرة أس واحد فولت إذا عشرين فولت ندخل على الفقرة الثانية قراءة الأميتر A1 إذا هنا التيار الكلي كيف نوجد التيار؟ معدي I ساوي V على R وإذا كان عندي عدد من المقاومات ما ننسى نجيب ماذا؟ المقاومة المكافئة لها قانون المقاومة المكافئة ممتاز إذا نقوم بعملية إيش؟ واحد على R1 زايد واحد على R2 زايد واحد على R3 بالتعويض واحد على كم عندي المقاومة؟ 20 زائد 1 على 50 زائد 1 على 10 بعدين رح نقوم بماذا وإيجاد القلب أو نوحد المقامات طريقة مفتروكة لك إما بالآلة أو أنك تقوم بعملية قلب المقام في الأخير هم شيء ما ننسى إذن R تساوي ماذا 5.88 أوم هذه المقاومة كيف نطلع التيار I ساوي V على R بارك الله فيكم كمل V عندنا أوجدناها 20 أحسنتم في الفقرة اللي صب إذن عندنا هنا 2 في 10 1 على 5.88 يطلع للجواب 3.4 أمبير نجي نشوف قراءة الأميتر A2 يلا إذن هنا I كيف نوجد I ممتاز I تساوي V على R بارك الله فيكم V موجودة والR موجودة إذن نقوم بعملية ماذا أحسنتم القسمة إذن 1 أمبير أيضا ألميتر A4 ممتاز نفس الطريقة I تساوي إذن V على R بحيث أني ناخد مين مقاومة المسار إذن 10 أوم راح يطيني 2 أمبير طيب ما تجاه التيار الاصطلاحي المار في المقاومة 50 طبعا هذا السؤال يخرج من الموجب سوف يمر إذن إلى الأسفل أما إلى الأعلى بارك الله فيكم إذن إلى الأسفل اختبار المقنن يقول لك في الرسم التالي أوجد مقدار المقاومة المكافئة طبعا هنا الحل سهل جدا عندي دائرة توازي كيف نوجد المقاومة ممتاز نطبق قانون مقلوب المقاومة تبارك الله فيكم إذن هنا راح نقوم بعملية نجمع مين 1 على R يساوي 1 على 3 زائد 1 على 12 زائد 1 على الأربعة بالآلة أو بتوحيد المقامات المجال مفتوح أعطاني 2 على 3 إذن نكمل R ممتاز أقلوب لا ننسى إذن راح تكون 3 على 2 اللي هو 1 ونص إذا فقرة C الفقرة الثانية التيار كيف نوجده ممتاز V على R أي R طبعا هو قال في الدائرة إذن إذا طلب التيار في الدائرة إذن أخذ R المكافئة ممتاز إذا كان التيار في أحد المسارات أخذ من؟ R الخاصة بهذا المسار إذن هنا بما أن الدائرة إذن راح نأخذ من؟ R المكافئة إذن تعويض مباشر 6 على R المكافئة 1 ونص راح يطيني 4 أمبير التيار المار في المقاومة R 3 أي وصبق أخذنا ممتاز إذن نأخذ هل نأخذ مكافئة أم R 3 ممتاز والجهد هلوى نفسه نعم الجهد نفسه لأنها الدائرة التوازي إذن 6 على الأربعة أحسنتم 6 على الأربعة راح يطيني كم؟ 1 ونص أمبير الفقرة الرابعة ما مقدار قراءة فولت ميتر يوصل بين طرفي R 2 إذن الجهد هنا كم؟ دائرة التوازي بارك الله فيكم وهي الجهد نفسه إذن راح يكون 6 فولت سؤال 5 ما مقدار مقام مكافئة للدائرة طبعا هذه الدائرة ليست التوازي بل توالي وتوازي إذن دائرة ممتاز مركبة كيف نوجد المقاومة؟ أي ونأخذ أي شيء على التوازي 1 على 25 زائد 1 على 15 ثم نجمعها مع اللي موجودة على التوالي إذن الناتج نجمعه ناتج التوازي نجمعه مع التوالي 12 أم إذن هنا عندنا التوازي طلع لي 8 على 75 إذن نايش نقلب 75 على 8 هذا التوازي ثم نقوم بجمعه مع ممتاز 12 أم يطلع لي 21.4 إذن فقرة C طيب التيار طلعت المقاومة المكافئة ممتاز آخذ الجهد وقسمه على المقاومة المكافئة سؤال سبعة عندي ثماني مصابيح مقاومة كل منها 12 على التوالي إذن إيش نجمع ممتاز 12 زائد 12 كم مرة ثمان مرات إذن ثمانية في 12 إذن إذا كان على التوالي نأخذ عدد الأجهزة ونضربها في مقاومة كل جهاز الثمانية في 12 يعطيني 96 أوم ممتاز فقرة D طيب أي العبارات الثلاثة صحيحة مقاومة الأميتر كبيرة خطأ فعلا صغيرة مقاومة الفلتميتر كبيرة إذن هنا خطأ مقاومة الأميتر لا تساوي صفر تسبب الفلتميترات تغيرات صغيرة في التيار نعم لأن مقاومتها كبيرة إذن فقرة D إذن هنا نكون وصلنا لنهاية الفصل الثامن حيث تعرفنا على الأميترات وحلينا تقويم فصل دوائر التوالي والتوازي والاختبار المقنن نكون بإذن الله وصلنا إلى نهاية هذا الفصل والحمد لله الذي تتم بعمله الصالحات بعد إنهاء منهج فيزياء ثلاثة حفظكم الله ودمتم ذخرا لأهلكم ووطنكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته